وأن الإنسان إذا دعا فينظر إليه على قدر ما لديه من العلم قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا لما ذهب إلى عابد أو واعظ ماذا قال له؟ هو يريد التوبة إلى الله عز وجل استعظم الذنب وغلبت عليه العاطفة وذهب العقل لأنه ما يمتلك علم فقال له استعظم هذا الشيء إن الله ما يتوب عليك وهذا رجل دموي فقام فقتله فكمل به المئة فلما ذهب إلى عالم دل على عالم العالم بكل أريحية بكل سكينة وطمأنينة بكل ثبات يقول ومن يمنعك من التوبة لا يجوز للإنسان أن يزاحم الله عز وجل فيما خص نفسه به التوبة منه جل وعلا وليس التوبة من البشر فقال ومن يمنعك من التوبة يقول له بكل طمأنينة فتاب فأدخله الله الجنة تاب فأدخله الله الجنة فوجد قصص كثيرة يعني مرت علينا في حياتنا وكذا يذكر لي بعض الفضلة يقول بأنه كان في مكة وإذا برجل كبير في السن يبكي بكاء الثكلة بل أشد ويقول اقتربت منه فيعني ما رغب أنني أتحدث معه فيقول حاولت وسألته فتبين أنه ارتكب جناية في أول حياته القديمة المبنية على الجهل ارتكب جريمة كبيرة ويقول سأل مجموعة من الوعام لأنه كانت الجريمة التي اقترفها بشعة يعني كانت جناية على شاب هو وحيد أمه وأبيه ما عندهم إلا هذا الولد وعلى كبر سن وقتله ظلما وعدوانا حسب ما يذكر الراوي وهذا كان قديما فهؤلاء الوعام لما قص عليهم القصة زادوه وجعا وألما وهيرة وقنوطا والعياذ بالله وإياسا من روح الله ومن رحمة الله قالوا أعوذ بالله وحاج بعد يقولون له أعوذ بالله وحاج بعد استعظموا هذا فصاحبنا هذا طالب علم فقال له ذكر له قصة الذي قتل 99 نفس ذكر له سعة رحمة الله ورحمة وسعة كل شيء لأن هذا هو المقام المقام ليس أن تأتي بنصوص الوعيد والتهديد لا تأتي بنصوص الوعد والرجاء فتفتح له الأمل وتجعله يسبح في هذا الفضاء من سعة رحمة الله عز وجل فانظر إلى الفريقين فريق قنطه وأيسه وفريق أخذ بيده وانتشله وهكذا هو دور العلماء وطلاب العلم فهم الدعاة حقا وأصلا فهم الدعاة حقا وأخذ بيده فهم الدعاة حقا وأخذ بيده